مهم ارجعنا في هاد الفيديو جديد مع تصعير جديد للهاليزوبسيون هادو ميه اي اس اف اس اي اي ان بي او باش باس ام ارغو وكي ناو اس اف مهم اه تقريبا ده باس امانه باش دهوستو الكون كوره تكون نسيتو شوية ولكن اه مهم انحاول نعملكم دهبا تصحح اه علاش تعطلت كينين اسباب منهم يعني انحاولنا يانده تصحح اه مع يعني الدرس باش الناس اللي عم الجاي يستفدوا ويكون اكتر دقة كنحاول حاليا يعني كنحاول ناخر الوقت باش اه نبخيبا غير واحد اللي يكون مزيان ويكون محطس باش الناس اللي عم الجاي يستفدوا كي ما اقول لكم اه ودعو معنا غمات شي تلتيام هادي يعني تا هاد المرات كي اضطى تلتيام هادي وكتبغيت داشي حاجة كتبغيت يعني اه تصحح هادي جهز ما كيفقاش وحاولوا حاولوا هذا الفيديو هادا يوصلوهن واحد عشرين لايك مثلا بحلقة تشجيع فقط مهم اه بدوب اول سؤالي هو هذا يعتبر تلقيح وسيلة اكتساب المناعة نحاول ننزومه شوية على الجهدية العربية حتى نحن نختم باللغة العربية يعتبر تلقيح وسيلة اكتساب المناعة ضد فيروس جداري القرادة وذلك يمكن او لا يمكن اه هنا باش تعرفوا انه في الدرس كين جداري البقاء واللي هو يعني اول فيروس وهو باش كتشفوه تلقيح اه هنا يعني يعطاوك جدار القرادة اولا اعطاوكم جدار القرادة علاش لانه مع اول فيروس يعني مش اول فيروس اه فيروس تكتشف مؤخرا في المعريب واول حالة تكتشفات دونك هم حاولوا يدروا ان واحد المثال بحال اللي يعطاوك مثلا اعطاوك يعتبر تلقيح وسيلة اكتساب منعة ضد فيروس معين وهذا الفيروس المعين هو جداري القرادة بحالة اعطاوك مثال ولذلك يمكن انت عد جاوب اه ما تقولش يعني فيروس جداري القرادة كأنه اه صافي هو اللي اللي خاصنا يعني خاصنا نجاوب عليه لا هذا مثال هذا اعطاوك مثال يعني ضد فيروس معين وهذا الفيروس المعين هو جداري القرادة مثلا شنو يمكن ندره ولذلك يمكن حقن الجسم بالعامل الممرض نفسه صحيح هذا كنظم تعريف ديال ديال تلقيح هذه في التعريف ديال تلقيح كينة ونحاول نبيلكم اه الصورة منتصة باش تنتموا تفهموا مزين مهم اه حقن الجسم بالعامل الممرض نفسه صحيح اه ب حقن الجسم بعوامل مشتقة منه غير ممعدة تهي صحيح اه سي حقن الجسم بسمينات وهنا تهي صحيح سمينات هما الجراتم يعني كيكون وهنا حقن الجسم بمولدات مدادة مستخلصة من الفيروس غلط كتكون مستخلصة مستخلص عفوا من الجراتم اه اه او بيوس هما الاجوبة لاصحاها ندزو السؤال التاني كيقول من بين الوسائل التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي عند الانسان نجد العلاج الويقاية الاحتكاك بمرض اه بامراض مزمينة التلقيح مهم اه تقوية الجهاز المناعي هما محدوش زي ما واش اه يعني هالتقوية هذه واش في حد الوقت او لو في حد المدة اللي هي دائمة او لمؤقتة يعني لا قلنا دائمة فعنقول الويقاية ولا قلنا مؤقتة هنقولو العلاج الا قلنا اه يعني دائمة هنقولو التلقيح الا قلنا الويقاية هنقولو استمصال اه عفوا ايلا قلنا العلاج هنقولو استمصال مثلا كورونا تكون كمثال كورونا فاش داتي تلقيح واش داتي لانك كنت مريض وباش باش الدوا في ديك الوقت او لا داتي ديك تلقيح باش انك يعني ما 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 تصافش ديك بديك المعرض فاربين الشهور انك داتي تلقيح باش ما تصافش بديك المعرض يعني دائمة يعني من اجل الويقاية وليس من اجل العلاج استمصال كنديره من اجل للعلاج وكيكون مدديره وجهزة ومؤقتة هنا في سؤال دينا ما اذكروش واش مؤقتة ولا اه دائمة دونك عدنا العلاج الجواب صحيح يعني العلاج راه وسيلة من الوسائل للتقوية الجهاز المناعي الوقاية هي صحيح تهية صحيح يعني بواسطة القح الاحتكاك بعدة امراض مزمينة ان غلط يعني خاص يكون احتكاك بمرض ما هدا هو الوسيلة ديل الوسائل ديل انك تتقويل جهاز المناعي وكي نفضل درس فاش كت يعني كيوقع الاحتكاك بمرض ما فكيتم تقوية الجهاز المناعي اما بعدة امراض مزمينة الاحتكاك بعدة امراض مزمينة كيتم الاضعاف ديل الجهاز المناعي حيث مرض مزمين اه الدي قلقتل قلقتلقائه تلقائه صحيح دونك تلقائه من اجل وقايا اذا هنا الاجوبة الصح هما او بو د وحاولوا تكتبونا يعني ايش حل منجواب صحيح اجبتي اذا قلنا سؤال تاني او بو د هما الاجوبة الصحيح دونس سؤال تالت سؤال تالت كيقول من بين العوامل التي تؤدأ الى اضعاف الجهاز المناعي عند الانسان نجد اجاد والتوتر صحيح. يعني تهي ايجاد والتوتر والاعصاب تهما كي ادوا الى اضعاف الجهاز المناعي عند الانسان. الشيخ اخر اصلا اه تهي صحيح تهي لانه الانسان فاشكي كبير الجهاز المناعي كي بدي اضعاف. اللي حسب عتني شنو كي يقولوا هدي. مهم او بهم الاجوبة الصحي تلقيح غلط. يعني كي تلقيح بالعكس. كي دوت قوية الجهاز المناعي. نحسي كبير مراد ما. كي ادي يعني الى تقوية الجهاز المناعي وليس الاضعاف. اه كي نلي عجي ضد يقول لي اللي على حتيك كبير مراد ما. فكي يكون اضعاف دي الجهاز المناعي. هنقول لك العكس. وكينه في الدعس. يعني فاشكي تحتك بوحلة مراد فكي يولي عندك الجهاز المناعي قوي. اه الجواب الصحي انه هو او بي. اخطنك الول الثاني الثالث. ندوز السؤال رابع كي يقول ماذا تسمى عملية ادخال كمية معينة من جارات مضاعفة في جسم الانسان. طنك هذا العملية قد تسمى اه بعملية. عملية. اطلقيح. رابعين. عملية التلقيح. اذا هذا تعريف ديال التلقيح. ما فيه ما يتشرح. اه كان في الدعس بحالة كان مكتوب عملية ادخال كمية معينة من جارات مضاعفة في جسم الانسان. تسمى بالتلقيح. دون السؤال اه اللي مراه اللي هو الخامس. السؤال الخامس. سؤال الخامس كي يقول اه يتطلب نمو ونشاط خلايا الكائنات الحية في ظروف غير عادية. توفر الخلايا النشيطة. توفر المواد المعدنية. والماء. توفر سكاروز والكليكوز لا شيء. دون اه دا السؤال الخامس. اه مشنون ما قال لك? تطلب نمو ونشاط الخلايا الكائنة الحية في ظروف غير عادية. حلنقلبوا استيث تقطلب نمو ونشاط الخلايا الكائنة الحية في ظروف عادية. في الظروف العادية سنو كيكون عدنا? اه باش يكبروا يعني الخلايا الكائنة الحية. نمو ونشاط الخلايا الكائنة الحياة. يجب علينا توفع الخلايا نشيطة. صحيح. يجب علينا توفع المواد المعدنية والماء. صحيح. والقليكوز والساكاروس. صحيح. هذا في الظروف العادية. عما الظروف الغالة العادية فلا شيء. هنا الجواب الصحيح هو الودي. لا شيء. لأنه في الظروف العادية يجب علينا الثلاثة الأولى. وفي الظروف العادية لا يجب علينا توفع كل شيء. كان يدخل هذه الأسئلة بحلقة. يعني يدخلكم على هذه الأسئلة. فما يجب عليكم تدخلوا. هذه الأسئلة بحلقة لا يجب عليكم تدخلوا فيهم. ندازل من السؤال السادس. ندخل السادس. هذا الأول. التاني التالت. الرابع. الخامس. هنا في السادس. السؤال السادس. تستطيع نباتة الخضراء تركيب المادة العضوية وتخزينها بواسطات. هنا المادة العضوية يعني باش باش كتخزن باش كتخزن هاد المواد العضوية. مهم. أول حاجة كتحتاج لها يخضر. اللي يخضر ليش? يخضر كامسة الضوء. وكي حول يعني كي يحول الضوء. اولى الطاقة الشمسية ولا طاقة كيميائية اللي هي العطيبة. نحتاج لالي يخضر. او صحيح نحتاج هذا القرارة لا ما نحتاجوش نحتاجو الضوء صحيح. الضوء هو هو اللي كي جينام الطاقة الشمسية. ونحتاج ايضا طاقة الشمسية. طنق عدنا الاجوبة الصح هنا هو اذا اه بين السؤال. بين السؤال وبين الجواب. دوزن السؤال اللي معاه. كي يقول تستطيع الناباتات تركيب المادة العضوية وتخزينها للاقا من? الكربون هيدروجين واكسيجين ازوت. هذا سؤال سهل وما كانش عليكم تطيعه في النقاط. كلنا ضيافة النقاط الكربون وهيدروجين واكسيجين مهم. هنا ناباتة الخضراء كتركب المادة العضوية وتخزينها انطلاقا من. يعني عندها ثلاثة الحواج. عندها اما السكريات الدونيات اما بروتيتات. السكريات ولا الدونيات فكي يكون عندك السي و اش و او. الكربون الاكسيجين الهيدروجين. دوزن البروتيتات كي يكون عندك ان اش دو. ان اش دو. اللي هي يعني الازوت والهيدروجين. دونك الازوت كيتزاد مع هالثلاثة اللي قلنا قبل. يعني عندنا الكربون الهيدروجين الاكسيجين الازوت. عندنا بعض الحواج. اذا الاجوبة الصحي انه هو او باو السود. كاللي اللي ما شافش الازوت ولكن الازوت ها كان في البروتيتات. والبروتيتات التهية كتركبها يعني ناباتة الخضراء كتركب المادة العضوية وكتخززنا. يعني على شكل باوتيتات.